30 مع عادل باربا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم الله ومستمعين الكرام حديثنا اليوم عن ثروة تفوق النفط وثروة تفوق جميع المصادر ذات الطاقة التي نحتاجها في حياتنا ألا وهي ثروة الشباب ثروة الشباب والشباب هم العمق وطبعا الاستراتيجية والخطط التي تقوم عليها الدول والدول أيضا تقوم على سواعد فتية لهم هؤلاء الشباب اللي بيثروا ويستطيعوا أن يقوموا ويقوموا بنغضة البلاد من خلال عطاءهم وإنتاجهم وبالتأكيد رؤية عشرين ثلاثين أولت الشباب اهتمام بالغ وكبير في كثير من البرامج وكثير من الخطط التي تعمل بإذن الله تعالى على أن يكونوا إن شاء الله ضمن هذه الرؤية منتجين ومفيدين طبعا حديثنا اليوم عن رؤية المملكة وبرنامج التحول أيضا واعتمادها على العنصر البشري وخاصة الشباب كيف تكون هذا الاعتماد ويكون الأهمية الكاملة نعرفها من خلال هذه الرؤية كيف يمكن صياغتها وتحليل الواقع والتسلح بالأدوات التي تؤهلنا بأن نكون بإذن الله سواعد منتجة في هذا البلد مع الدكتور المهندس فهد بن فائق سندي وهو مستشار في إعادة هيكارة الشركات وأيضا مستشار في التنمية البشرية حيكا للدكتور فهد يا أهلا وسهلا بكم الله يسلمك وسعد أبو وجودك معنا وحديث شيخ إن شاء الله حيكم معكم الله يزيكم بالخير الله يسلمك طبعا الحديث عن الشباب حديث شيخ خاصة أنه إحنا فعلا يعني مجتمع المملكة العربية السعودية قام على الشباب هو مجتمع شبابي يعني كنسبة سكانية ويعني من ناحية التركيبة السكانية للشباب لذلك مهم جدا أن نكون هناك رؤية خاصة للشباب مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الأهل وصحبه السلام حقيقة أنت اتطرقت لنقطة مهمة جدا اللي هي نسبة الشباب والشابات خلينا نقول الشباب أيضا لا يزاروا علينا لأنه تكاد تكون النسبة متساوية ما بين الذكور والإناث في فئة الشباب بشكل عام الشباب والشابات مستقبل الوطن قائم عليهم وشأننا شأن أي دولة أخرى حقيقة ما في شك هذا لا يعني نحن نتجاهل الخبرات والكفاءات السابقة تتجاوزت سن الشباب لكن بارتفاع النسبة هذه اللي موجودة الآن في مجتمعنا السعودي لا بد من التركيز عليها وما في شك طبعا رؤية المملكة 2030 هي قائمة على هؤلاء الشباب تحقيق هذه الرؤية قائمة على هؤلاء الشباب ولو لاحظنا كده لو بمراجعة سريعة لبرنامج التحول 2020 برضو بيركز على تدريب أحدها أما المحاور المهمة في برنامج التحول بيركز على تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب نعم طبعا لمن رغب أن يتواصل معنا ويرسل رسالة نصية حاب أنه يستفسر أو يسأل حول الموضوع أنه اليوم نسعد بذلك مستمعينا الكرام على الأرقام التالية رسلوا رسالة نصية على سي سي ثمانية خمسة واحد صفر أربعة صفر موبايلي ستة ستة ثلاثة صفار واحد وأخيرا في زين سبعة صفر واحد ثلاثة واحد ثلاثة كذلك يمكنكم الاتصال الهاتفي على صفر واحد واحد اثنين واحد سبعة ثمانية خمسة ثمانية خمسة أو على صفر واحد اثنين ستة واحد ستة واحد واحد صفر صفر هل نحتاج إلى صياغة معينة محددة للشباب من خلال هذه الرؤية صياغة واضحة هي موجودة المفروض أن هي حتى أساسا موجودة في ديننا الحنيف نعم يا سلام نحن نلجأ إلى نظريات أو كتب إدارة أو خلافه لكن سبحان الله دائما أبدا ما احنا نضل أحيانا جادة الطريق وما في مشكلة نحن نرجع لجادة الصواب مرة أخرى من خلال التذكير من خلال التنويه من خلال التوجيه لهؤلاء الشباب أنا بس بدي أضرب مثال بسيط جدا جدا كثير من الدول تعتبر من الدول الغنية والدول المسيطرة على الاقتصاد العالمي لو أخذنا على سبيل المثال دولة زي دولة اليابان نعم اليابان مساحة صغيرة جدا ما فيها موارد طبيعية بترول ما عندهم معادن ما عندهم مناطقها كلها مليئة بالزلازل والبراكين ويستوردوا كل احتياجاتهم وبالرغم من ذلك هم من متسيدي العالم من ناحية الاقتصادية ليش؟ لأنه عندهم عقول أهتموا بتطوير هذه العقول في مقولة والله إلا أنا آسف ما يحضرني اسمه أنا لأحد العلماء اليابان بيقول معظم الدول بتمشي بتسير ثرواتها تحت أقدامها نعم مقصد في الثروات الطبيعية للبترول والمعادن الثمينة لكن إحنا بنمشي وثرواتنا فوق أقدامنا نعم ويقصد العقول العقول اليابانية هم استثمروا في هذا العقل واهتموا بهذا العقل عشان كده بنقول اليوم لازم يسير في عندنا توجه يسير في عندنا نظرة بعيدة المدى يسير في عندنا رؤية مستقبلية حتى نستطيع أنه إحنا نطور من هذه العقول لأنه هم حزام الأمان لهذا الوطن بجميع النواحي نعم إن كان أمن فكري إن كان أمن اقتصادي إن كان أمن ثقافي حتى ينهضوا بهذه البلد ويحققوا إن شاء الله طموحات ورؤية حكامنا بإذن الله تعالى فاصل ونوصل معكم مستمعين الكرام حديثنا عن الشباب في رؤية عشرين ثلاثين مع الدكتور المهندس فهد بن فائق سندي مستشار في إعادة هيكلة الشركات والتنمية البشرية ابقوا معنا ثلاثين مع عادل باربا الشباب في رؤية عشرين ثلاثين موضوعنا مستمعين الكرام في هذه الحلقة مع الدكتور المهندس فهد بن فائق سندي المستشار في إعادة هيكلة الشركات والتنمية البشرية الواقع والمأمول الآن نريد أن نحلل الواقع دكتور على أساس ونشتغل بإذن الله تعالى على أن فعلا يعملوا الشباب بطاقتهم وأن يكون فعلا الاستثمار الأمثل لهم مستقبلا لتحقيق الرؤية جميل جدا أنت تطرقت لنقطة مهمة عن الواقع وعن المأمول قبل ما ننطلق ونحدد طموحات أو خلينا نقول حددنا الهدف وعرفنا فين إحنا نبقى نوصل لا بد أن ننظر لواقعنا وهذا عادة ما بنسميه في علم الإدارة اللي هو التحليل الرباعي اللي هو هذا لا يعني أننا سوات أسويه بس في التخطيط الاستراتيجية وعلى الشركات والمؤسسات أيضا أنا ممكن أطبقه على نفسي على الفرد على الشخص كفرد أشوف إيش الإمكانات المتاحة عندي إيش إمكاناتي إيش نقاط القوة اللي موجودة عندي وإيش نقاط الضعف اللي موجودة عندي فبالتالي عشان أنا أقدر أحقق هدفي لا بد أن أقوي الضعيف وأدعم القوي الإمكانات اللي موجودة عندي أبغى أوصل لمرحلة معينة هل محتاج فلوس محتاج تعليم محتاج تدريب محتاج تأهيل إيش الإمكانات اللي أنا محتاجة هنا وبعد كده أقدر أوصل دائما وأبدا هذا الكلام يعني معروف لعلماء الإدارة والمختصين في هذا المجال المنافسة ما هي قائمة فقط على العناصر المادية المنافسة دائما أبدا ما تكون في العناصر الشخصية فأنا عشان أنافس كفرت لازم أدعم من نفسي أنا الأساس لازم أهل نفسي لازم أقوي نفسي أشوف أبحث عن الفرص اللي موجودة عندي أشوف إيش التحديات أو أخلينا التهديدات اللي ممكن تواجهني في ممكن يكون مواطن خطر لأنه استحالة يكون عندي رؤية مستقبلية أو أني عندي هدف مستقبلي وأبدأ في تنفيذ أو التحقيق هذا الهدف بدون ما يكون في عندي تخطيط مسبق نعم وبداية التخطيط المسبق هذا التحليل اللي احنا تحدثنا عنه أنه أدرس الواقع اللي موجود عنه ومن ثم أنطلق لتنفيذ الخطة عشان أوصل لأهداف هل هناك أدوات الواحد يتسلح بها مهم جدا حتى يتأهل وحتى يكون بإذن الله تعالى قائم بكل الأدوات اللي ممكن أنه يستثمر فيها طاقته ما هي الأدوات اللي ممكن فعلاً أن الشاب الآن يستخدمها يقول أنا ودي فعلاً أنا أنا أبغى أشتغل على نفسي حقيقة أهم الأدوات أنه الواحد يشتغل عليها يشتغل على نفسه فيها المهارات المرنة اللي اسموها soft skills سلام تخيل في ناس كثير ترى تستخف بهذه المفردة بهذا الترمينولوجي يقول لك يعني إيش soft skills يعني إيش إدارة وقت يعني إيش مهارة اتصال يعني يستخفوا بأهمية هذه المهارات نعم بس معلومة صغيرة مملكة المتحدة اكتشفت أنه في نقص كبير جداً عندها في الإنتاجية بسبب ضعف المهارات المرنة soft skills أنا أريد أن أعرف المهارات المرنة إيش المكسوط بيها هنتكلم عنها يعني أنك سوى وقت أنا بعد محلت الإنكليز بعد محلوا المشكلة هذه أيوة كم الرقم التي تتوقعوا اللي أوفره بتكلفة الإنتاج عنده على الشقين الإنتاج الحكومة وإنتاج الخاص القطاع الخاص أكيد حيوفره مبلغ جيد ثمانية وثمانين مليار جنيه استرليني وفروا في تكلفة إنتاجهم ثمانية وثمانين مليار جنيه هذا الرقم ما هو خفي أعلن من فترة من فترة ليست ببعيدة المهارات المرنة مهمة جداً في تقوية الإنتاج فأنا عشان أكون صاحب إنتاج قوي لازم أركز على المهارات المرنة سألتني سؤال مهم جداً إيش هي المهارات المرنة مهارات المرنة تتمثل في مهارة الاتصال مهارة الانخراط في فرق العمل مهارة إدارة الوقت يكون في عندي ذكاء اجتماعي يكون في عندي ذكاء لغوي أعرف كيف تعامل مع الناس هذه كلها أساسيات موجودة عندي نعم تجد الشاب يتخرج من الجامعة وهو متسلح بشهادة البكالوريوس هذه اسمها مهارة صلبة لأنه هذه الشهادة اللي موجودة عندي عشان كذا لازم إيش المهارة اللي يقابلها كمهارة صلبة نعم فمهارة الصلبة اللي هي الشهادة الأكاديمية أو العلمية اللي بيحصل عليها أو المعرفة العلم بس نعم فقط وفي أوقات كثيرة جداً بتطلب خبرات معينة نعم تمام هذه مهارات صلبة حتى الخبرات تعتبر مهارة صلبة مهارات صلبة لعم ما في شيء نعم على رغب أنها هي المهارات دائماً بتخزن وبتكود في اللاوعي في اللاوعي نعم صحيح طبعاً هذه بتتطور مع التكرار نعم المهارات الخبرات هذه كلها لكن المهارات المرينة هي أساسيات لا بد أنها تكون متوفرة عندنا حتى نستطيع أن نحن نثبت جدارتنا نرفع من كفاءتنا في الإنتاجية إيش تتوقع واحد يكون عنده مثلاً عنده ماجستير في تخصص معي نعم وصاحب خبرة ثلاث سنوات أو خمسة سنوات في نفس المجال وشجأ شغل وظيفة معينة من ناحية المواصفات مواصفات الوظيفة متطلبات الوظيفة هو رائع من الناحية هذه أي لكن بدأ يتعامل داخل الوسط بدأ يتعامل مع زملائه تعاملوا غير جيد ما عنده مهارة اتصال عنده تحليل غير دقيق للآخرين لتصرفاتهم للغة الجسد عندهم هيبدأ يدخل في شك وفي ظنون وفي أمور أخرى هذا ممكن يعرقل العمل طبعاً هذا يضعف الإنتاجية أيوة وبالعكس في أوقات كثيرة جداً قد يدمر المنشأة يدمر منشأة كاملة فما بالك بالفرد لما نفتقد لهذه المهارات كيف حيتعامل مع المجتمع كيف حيتعامل مع الآخرين كيف حينضبط نعم ما عليش مثال بسيط جداً أنا موعدي معاكم هنا كانت ساعة اثنين نعم بداية الحلقة من واحدة ونص أنا موجود لأني ما عرف إيش قد يطرع علي في الطريق رغم أني من يساكن بعيد عنكم نعم قريب جداً لكن خرجت بدري حبيت أن أوصل مكاني بدري هذا إيش؟ هذه إدارة وقت واحترام للوقت عشان تكون موجود لأنه لو أنا تعطلت لا سمح الله معناته تسببت في تأخير لهذا البرنامج تسببت في إحراج لكم هتعتذروا عن حضور الضيف هتبدأوا تبحثوا عن بدال سببت إرباك في الإنتاجية هذه أحد المهارات نعم هذه مهارة واحدة بتتبعها أشياء كثيرة ممكن تأثر عليها جداً إحنا قبل الموعد بعشرة دقائق ننطلق وننوصل في الموعد ملا عمل حساب زحامل والبعض بيرتكب حماقات وبيقطع إشارة وبيتعد على آخرين هذه أحد المهارات المهمة جداً نعم ولعل كمبريات الشركات دكتور فهد بدأت التفت إلى المهارات المرنة هذه في كثير من المتقدمين للشباب أنا كان يعني ما حبت أن أذكر شركة كبيرة وأحد المسؤولين فيها بيقول إحنا بدأنا يعني فعلاً من الأشياء التي نختار فيها موظفين من الشباب المتقدمين أنهم يكونوا عندهم يعني دورات معينة في التواصل في بناء الفريق في التعامل معها لي لأنه هذه الأشياء اللي فعلاً بنجد أنه بيكون في ميزة في الشاب في إنتاجية ويجدون ذلك من خلال الشركة وعطاء الشركة ما في شك ما في شك الآن أصبحت أصبحت النجاحات مرتبطة بهذه المهارات نعم أصبحت أنها مرتبطة بهذه المهارات بشكل كبير جداً 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 في عندي مثال أنا أحد الشباب أشتغل في غير تخصص نعم هو مهندس يحمل تخصص في أحد أقسام الهندسة وراح أشتغل في مجال آخر بعيد عن تخصص فكنت باتحدث معاه خوفاً عليه من أنه يفشل في هذا المجال مم وبدأنا نحلل الوظيفة اللي هو فيها إيش تحتاج من المهارات المرينة أكثر من غيرها أيها عشان نركز عليها ما شاء الله تبارك الله الآن في خلال تقريباً خمسة عشر شهر تم تكريمه ثلاثة مرات رغم أنه موظف حدي ما شاء الله تم تكريمه ثلاثة مرات فقط لإتقانه لهذه المهارات والآخرين اللي يحملوا شهادة في نفس التخصص لهذه الوظيفة ما حققوا لا حققوا هذا الشخص فالمهارات المرينة تكتسب ميزة وأهمية كبيرة جداً تطغى يعني ما تساوت فهي أكثر من المهارة الصلبة بإذن الله أذكركم مسمعين الكرام بأرقام التواصل اللي حابب أنه يستفسر أو أنه يشاركنا في هذه الحلقة عن الشباب في رؤية عشرين ثلاثين مع الدكتور المهندس فهد بن فاق سندي بإمكانكم التواصل معنا هاتفياً على 0112178585 أو على 0126161100 ورسائلكم النصية على الأرقام التالية لمشتركي SDC 851040 موبايلي 66301 وأخيراً في زين 7013113 ثم نعود إليكم بقمان على السماع 2030 مع عادل باربا موسيقى موسيقى أهلاً لكم السلامة الكرام حياكم الله وما زال حديثنا في هذا البرنامج عن الشباب في رؤية عشرين ثلاثين ضف الحلقة ومحدثنا هو الدكتور المهندس فهد بن فاق سندي مستشار في إعادة هيكلة الشركات وأيضاً مستشار في أتنمياء البشرية ومعنا السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام مختص في الحياة وإنشاء الشركات الصغيرة عجبني صراحة كلام الدكتور فهد رائع جداً ولكن نحن اللي نفتقده في نظرة عشرين ثلاثين اللي هي نظرة هذه هي للشباب أو مستقبل المملكة للخمسة عشر سنة القادمة نعم ولكن ولازم التركيز يكون على شبابنا في السنوية في الابتدائية نعم في المتوسط لتعليمهم وتدريبهم لكي ينشأوا بالثلاثة العواميد المهمة في إنشاء شعب عامل اللي هي سكيلز والنالج والآتتشود يا سلام أنا الدكتور فهد هي الأتتشود لأنه المحارات هذه المرنة ما هي إلا صفات في شخصية الموظف أو الشب موجودة في الإنسان في كيانه فما يحتاج فقط إلا التركيز عليها من خلال المدارس والبرامج التعليمية المعاهد المتخصصة لبناء النش يكون عندنا نش نقدر نقول هذا النش اللي هيستفيد من اللي بيعملون الآن المجموعة والحكومة والقطاعات الخاصة المختصة بعض الأشياء العشرين ثلاثين يجب بناءها اليوم لهذا الجيل وليس لي أنا مش أنا ولا للدكتور فهد ولا لك أستاذ عادل هذه المجموعة تكون كل البرامج دي منصبك كيف نوجه شبابنا هذا في عشرين ثلاثين يكون كل واحد من الشباب يعارف بالضبط يبغي يكون نجار يبغي يكون مهندس معماري يبغي يكون مخرج سينماي يعني المحارات المرنة هذه موجودة في الإنسان سبحان الله نعم يعني حتى ممكن نسأل الدكتور فهد هل هو القائد يولد قائد ولا يصنع قائد جميل إذا عرفنا إذا عرفنا إحنا كيف نتعامل مع هذا الشباب شبابنا شباب جيد وعامل ومنتج لكن للأسف الناس ما يبنوا على المثلث اللي تتوي ذكرته اللي هي كيف المهارات هذه كيف الاتتشيود في العمل والتعامل الأخي اللي كرموه ثلاثة مرات هذه حب العمل حب المعرفة وجد معاها النالج أنه كيف علموا المنشأة هذه والثالث هذه اللي اكتسبها الواحد من وجوده في العمل فأنا أعتقد أن الدكتور فهدي أكيد أكيد واتسبقتنا يعني نقول كيف يتحصل عليها هذه المهارات من خلال فعلا صحيح موجودة إحنا اليوم شعب شعب طغير في السن شعب الحمد لله قيادة جيدة والقيادة الثانية والثانية فيه صغيرة نعم حتطول معاه إن شاء الله الفترة طويلة مما يعني إنه هالمشروع حق عشرين ثلاثين حيطبق ولكن أنا أرى أعود بالله كلمة أنا أرى إنه نحن تركيزنا اليوم على وبكرة ونشتهد على المشاريع والوزارات لغيرها بينما هو المستفيد الأول والآخر من هال الحركة والنقلة النوعية اللي احنا بنمر فيها نعم ترى هم الشاباب دولي في المطارس فعلا جيرنا القادم نعم والجير القادم هذا تعيش أكيد ومن الآن نؤسسه من اليوم تشربوا تأكلوا تنوموا عشرين ثلاثين علشان يعرف إنه أنا حطلع بكرة حطير مهندس ميكانيكي واحد يقول الله أنا بطلع لأسوي ورشة كيف أسوي ورشة كيف أسوي مصنع معدات أسلحة حبدالآن أعرف إنه جماعة في الأستاذ أحمد الخطيف قاعد شغال على هالمشاريع أعرف إنه في ويبسايت قد بدخله في المدرسة درسوني how to be a factory my owner يعني في أشياء أعتقد الدكتور فهد يمكن يفرين أكثر إن شاء الله صراحة في شهادة الماجستين درست هذا المجال اللي هو تطوير المنشآت والشركات فعجبني الكلام وأول مرة تسلم تسلم مداخلة نوعية أستاذ عبد العزيز أنا من المعجبين صراحة بالمواضيع وأعتقد أن الدكتور فهد فعلا بسط الأمور يا سلام نحن كلنا اللغة البيضاء اللي نفهمها أنا أحب أن نكون تركيزا على الشباب لتسلم لتسلم علي اليوم أنا أمري أربعين خمسين والثاني لا لسه شباب يا وين وين تسلم جميعا الله أحفظ شكرا لك معنى كذلك اتصالوا مداخلة من أبو عمر أيها سلام عليكم وعليكم السلام هلا بك يا أبو عمر أيها سلام عليكم الحال الحمد لله هلا بنامشكم الشيخ والله الأول مرة شارك معاكم وعجبني كلام الدكتور فهد للأسف أنا منذ طبعا 25 سنة تقريب لأنه نقول من خبار 25 ل 20 سنة نعم وللأسف من شركة من كبار شركات المملكة الشركة لا زالة تدار بتخديرات نفسية وشخصية وتقييم الموضفين كيف حنرتقي نحن نعم للمرحلة القادمة المرحلة الجديدة والرؤية الجديدة ولذلك هناك في عالم تقيم الموضفين وتقيم العالم بحسب شخصيتها بحسب النفسية اللي عندها نعم ما في كريتيريا معينة ما في منظومة معينة للتشجيع الموضف والكلام ده للأسف لازمنا حسب 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 النفسية ما عجبتك ما قيمك مزبوط يعني أو أنت ما عجبتني مظهرك كده أو شكلك وفي بيني بينك موقف شخصي صار بيني بينك في موضفة العمل والأسف تأخذه بالسبة شخصية وفي سفة خاصة لك تمام وممكن تأثر عليها تعملي وصلت وصلت الفكرة وحيجاوب علىها إن شاء الله دكتور فهد شكرا شكرا يا أهلا ومعارك كده لك مدخل الثالثة عبدالله السلام عليكم عليكم السلام وبركاته الله يحفظك حبيت أسأل الدكتور فهد عن هل يشارك نيراي إنه يكون مدير المنشأ يكون بعمر الشباب هو الجيل الرؤية لعشرين ثلاثين بحيث إن المدير يكون أكثر من عشرين سنة خدمة يكون يعطي مجال للشباب الجزء إنه يأخذون كنترول على المنشأات الجديدة طيب طيب يجاوبك إن شاء الله الله يحبك الله يسلم ومجموعة مداخلات كانت موثلية دكتور فهد وكانت في التهواء الجيد وعبدالعزيز طبعا يعني ذكر أشياء جيدة وهو طبعا مهمة وهي إن شاء الله داخلة في نقاطنا يعني ما زال للحديث بقية مع الدكتور فهد وبالتأكيد حيأتي على موضوع التدريب وأهميته والمثلث المهم هذا المعرفة والمهارة وكذلك الخبرات اللي ممكن يأخذها طيب تعليقك على الاتصالات الثلاثة وكلها تصب يمكن تقريبا نعم صحيح في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ما في شك إنه طبعا العمر اللي بيتكلم عنه الأستاذ المتصل آخر واحد نعم أبو عمر تحدث عن عملية التقييم هنتكلم عن هذه الأمور كلها كده في عجالة إن شاء الله حجوم على استفساراتهم بس بدي أعود لمداخلة الأستاذ عبدالعزيز نعم أنا أحيي وأشكر على هذه المداخلة أثرية القيمة واضح ما شاء الله من المداخلة وإنه رجل متمكن عنده اطلاع جيد وصاحب خبرة في هذا الجانب أؤيد كل التأييد للتركيز طبعا على الشباب لتحقيق رؤية عشرين ثلاثين هذا شيء مهم جدا لابد إنه إحنا نكون مؤمنين بهذا الأمر لابد من نشر الوعي من نشر ثقافة عشرين ثلاثين في أوساط الشباب حتى يعوها في كثير من شبابنا للأسف الشديد سواء مروا علينا في محاضرات أكاديمية أو في دورات تدريبية أو حتى التقيت بهم في المنشآت يجهل رؤية عشرين ثلاثين ما يعرفوا يعني إيش برنامج تحول حتى معانيها البسيطة وأهدافها هم فاقدينا حقيقة يجب أن يصير في توعية أو توعية قوية جدا ما نبقى نلقي كل الثقل والهم على الدولة لا في جهات يجب أن تركز على هذا الجانب عشان تقوم بعملية التوعية نعم إجابة على سؤاله هل القائد يولد أم يصنع كل واحد فينا بتولد بمهارات القائد كلنا بنتولد وعندنا إمكانات رائعة جدا هذه المهارات وهذه الإمكانات إما يتم تقويتها أو تفقد تماما لو ما انتبهت أنا أنه عندي مهارة معينة أو ركزت عليها وخصوصا المهارات المرنة التي هي موجودة فينا بالفطرة للأسف الشديد هتلاقي أن المهارة هذه فقدت تماما فلابد من التركيز عليها التدريب ثم التدريب ثم التدريب نعم ولكن عندما نتحدث عن التدريب يكون عندنا هدف نحن نريد أن يوصل له الأضلاع الثلاثة التي تحدث عنها الأستاذ عبد العزيز لما تكلم عن المعرفة وعن المهارة وعن السلوك لو رجعت لحروفها باللغة الإنجليزية معرفة اللي هي المهارة حرف الاس السلوك اللي هو الأتتتوت حرف الا كي اس اي كينغ دوم أف ساودي آرابيا يعني هذي دولتنا احنا عندنا ثلاثة محاور مهمة جدا كثير ترى ما ينتبه لها هي كي اس اي هو الاختصار للكينغ دوم أف ساودي آرابيا كي اس اي بس هنا في هذا العلم في علم التلمية البشرية اللي هي النوليج والسكل والأتتتوت لازم اتسلح بالمعرفة لازم اتسلح بالمهارة ويكون سلوكي على أعلى مستوى مع الشديد الأسف وانا أسف ان انا نوه على حاجة سهدي لا زال في أوساط شبابنا في انحراف في السلوك بطريقة حقيقة لا نرغبها ولا نحب نحن نشوفها في هذا المجتمع في هذا المجتمع المسلم في المجتمع المحافظ في هذا المجتمع الرابي في جوار الحرمين ونشوف بعض السلوك في هذا الحقيقة المشينة ما نبغى ما نقول الكل لا والله ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله الغالبية بخير لكن في بعض الممارسات الغير جيدة بالنسبة لأبو عمر وما يتعلق بعملية التقييم نعم الآن إدارات الموارد البشرية وعلم الموارد البشرية بيركز على ما يسمى بالكمبنتيسيس الجذارات والجذارات هذه أيضا في لها نواحي مختلفة يفترض يفترض في المنشآت يكون التقييم ما يكون مبنى على المزاجية نعم ولا على العلاقات الخاصة لأنه هذا في ظلم في ظلم كبير جدا لاجتهادي لنشاطي لأدائي أنا أتمتع بمهارات غيري لا يتمتع بيها إحنا لازلنا للأسف في بعض سواء قطاع خاص أو قطاع حكومة تجد بعض المجاملات بعض يعني خلاص انتهى الزمن هذا ليش بتتحمى الوزر هذا لم ترى هذا دم دم كبير بحسبك على المولى سبحانه وتعالى أنك أنت تظلم شخص مجرد مزاجية أو هوية لكن ركز على المهارات وقيم الشخص من خلال الجدارات حقته وعطيه حقه حتشوف المنشأة هذه كيف حتنهض نهوض رائع جدا وهترتفع الإنتاجية لأنه انت حتخلق جو المنافسة بين الموظفين في هذا الجانب حنكمل بقية الإجابات إن شاء الله لكن بعد الفاصل مسمعينا ابقوا معنا على السماع عشرين ثلاثين مع عادل باربا حيكم الله مستمعينا وعودنا إليكم ومازال موضوعنا في هذه الحلقة عن الشباب في رؤية عشرين ثلاثين بصحبتنا المهندس الدكتور فهد بن فائق سندي وهو مستشار في إعادة هيكلة الشركات والمستشار أيضا في التنمية البشرية ومشاركات كانت المسمعينا أعطيهم العافية أثروا وكان من المهم جدا أن يجيب عنها الدكتور فهد تفضل دكتور كان في نقطة تريد أن تكملها لمن كان سائل سابقا كان آخر تساؤل بالنسبة لإدارة المنشآت نعم أنه تترك تمنح الفرصة للشباب نعم الحقيقة بالنسبة للسائل الكريم أبغى أقول له بس جوابي راجع التشكيلات الوزارية الأخيرة نعم دائما في تغييرات وبتمنح الفرص للشباب من الوزراء صحيح فإحنا بدأنا من أعلى السلم الإداري الآن الآن بتمنح الفرصة كنا للوزراء ستين وسبعين وماشاء الله تبارك الله معمرين لأنه يوصل للثمانين وهو لازال وزير نعم لكن الآن بدأت الفرصة تمنح تمنح للعقول الجديدة تمنح هذه هي الرؤية الحقيقية لأنه استحالة حكومتنا الرشيدة تحط رؤية وما تبدأ بنفسها وتطبقها نعم لا الآن نحن بنشوف كثير من الوزراء بدون يعني ما تحضرني كثير كل الأسماء ما شاء الله تبارك الله يعتبروا في عمر الشباب نعم هم اللي بيقودوا هذه الوزارات وفيها تقدم فيها تطور الحقيقة جيد جدا نعم الأمر الآخر لو جئنا نتحدث على المنشآت أو قطاعات الحكومية خلينا نزل في القطاع الحكومي برضو مشاهد جدا على سبيل المثال الدوائر القضائية أنا الآن بندخل دوائر قضائية وفيها قضاء ما شاء الله تبارك الله في عمر الزهور في سن أبناءنا نعم وده شي جميل جدا ورائع جدا وبيحققوا نجاحات ما شاء الله تبارك الله وتطوير وتنظيمات إدارية رائعة جدا وهذا شي رائع لو أخذنا قطاعات وقص على ذلك يعني كثير من القطاعات بس هذا لا يعني أنه إحنا نستغني عن أصحاب الخبرة أو نصفيهم تصفيات لا نابد من خلط الطموح والطاقات مع الخبرات لأنه نقل الخبرات هذه ليس بالشي السهل إنما الإحلال السريع وبهذا الكيفي وبهذا الطريقة قد يتطلع لها البعض لا هذا خطأ نعم هذا ممكن يؤدي إلى إنهيار في بعض القطاع الخاص مع شديد الأسف أنا الشيخ صاحب المنشأة صاحب الشركة على كيفه نعم يحط فلان يشيل علان يتبع لنظام العمل هذا جازلي هذا قلت نكتة سخيفة ما ضحك عليها مشمونا يعني للأسف بعض أنا طبعا ما أعمم هذا الكلام لكن قلت على سبيل الدعابة لكن القطاع الخاص عنده استقلالية تامة حقيقة في اختيار الكفاءات في اختيار الناس اللي هم يديروا لهم منشآت ما في شك القطاع الخاص في نجاحات بنسب كبيرة جدا نتيجة الاستثمار والتطوير في الأفراد اللي هم يديروا لهم منشآتهم نعم دور الأسرة في توجيه الشباب لأجل أن يكونوا مستعدين لهذه الرؤية والله السؤال مهم جدا وانت كذا جيت على جرح واتكيت عليه نعم ونحن لازم نتكلم من موضوعية يعني بعيدا عن كثير من النظريات نبقى نتكلم فعلا بموضوعية سألت أحد طلبتي نعم في بحاضرة أكاديمية أي ما قل له انت ليش اخترت هذا التخصص ليش انت من تماشي كلي مع الشباب والله كأنه يعني أطلق علي رصاص والله يشوف بأكلمك الآن وأنا حزين عليه كيف مع الشباب مستقبلك مع أصحاب بهذا الشكل بهذا الكيفية فين دور الأب فين دور الأم فين التوجيه فين دور الأسرة فين المتابعة ألغى شخصية تماما وخلها تابعة للشباب نعم وانت الآن بتقودني لنقطة مهمة جدا ننتبه لها في أوساطنا الأسرية نعم أنا أنبه نفسي عليها وأنبهها كأستاذ عادي على هذا الأمر مهم جدا نخلي بالنا من مصادر التعلم وكلنا عدينا بها عندنا مصدر الوالدين نشوف إيش بناخد سلبي وإيش بناخد إيجابي منهم نعم عندنا مصدر التعليم المدرسة والقائمين عليها من المدرسين وما وخلافه إيش بناخد سلبي وإيش بناخد إيجابي الإعلام اللي احنا الآن بنتحدث من خلاله ننتبه وكله إيجابي في حاجات سلبية نعم ننتبه إيش بيأثر علينا سلبي وإيجابي والمصدر الرابع الأصدقاء نشوف صحبتنا بنمشي مع مين بوجهونا لخير بوجهونا لشر إيجابي سلبي لأنه هذه الأربع المصادر بتكون عندنا في ذهننا ما يسمى بالنموذج التفكيري النموذج التفكيري وإن شاء الله ربني يقدرني حيصدر كتاب قريبا عن هذا الأمر بحوله تعالى لأنه ما في له مؤلفات بالنسبة للبرديم ما يسمى هو البرديم ما في له مؤلفات باللغة العربية إن شاء الله حيصدر كتاب قريبا لحدث عن هذه الأمور لأنه إحنا من خلال المصادر هذه ومكوناتها بنسوي حاجة اسمها نموذج التفكيري بنفكر هذه المعادلة بنستخدمها دايما كيف نتعامل فيها في شؤون حياتنا فلما يجيني الشاب ويقول لي أنا والله مع الشباب لا هذه قاتلة هذه قاتلة إذن ألغى كل المصادر الأخرى واعتمد على مصدر واحد وقد يكون سلبي مئة في المئة لأنه أقرانه ما عندهم الخبرات اللي يساعدوه في اختيار تخصصه وما استحالي كمان إن أنا أسلم نفسي عشان غير يفكر لي مو معقول بالشكل هذا فهنا دور الأسرة كبير جدا 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 نقول لكل أب ولكل أم رجاء رجاء انتبهوا لأبناءكم في هذه المصادر نعم مهم جدا حتى يصير في عندهم رؤية مستقبلية أيضا خدمة المجتمع في تأهيل الشباب دكتور فهد كيف ممكن هذا دور المنشآت وخصوصا القطاع الخاص اللي عنده إمكانات وعنده مقدرة إنه يركز في تعريف الشباب أول شي تعريفهم يعني إيش رؤية يعني إيش برنامج تحول إقامة فرش عمل إقامة برامج تدريبية إقامة برامج دوعوية يوجه الشباب بالاعتماد على نفسه وإنه يطور نفسه في المهارات المرنة يساعد في هذا الأمر لأنه كثير من الشباب ما عندهم الإمكانين المادية أن يروح يبحث عن مراكز تدريب حتى يطور من نفسه فنوجه مراكز خدمة المجتمع في الشركات الكبيرة لهذا الجانب إنهم يركزوا على الشباب حتى يعينوا الدولة في تحقيق رؤية عشرين ثلاثين للشباب هم الأساس في هذا الأمر نعم لعل الدقائق بدأت تضيق علينا يعني والحديث يعني في هذا الشأن أمر كبير نريد أن نتكلم عن الشباب والتحول التغيير يعني لابد أن يكون هناك نوع من البدء في عملية التغيير وصياغة الأهداف جميل جداً رسالتي للشباب في هذا الجانب لابد أن نتعلم كيفية صياغة أهدافنا نعم عندي هدف ما أبقي في ذهني أكتبه أمسك الورقة والكلم وأكتب هدفي نعم وأحقق له الاشتراطات حقق له اشتراطات الهدف الذكي السمارت قول أنه هدفي لازم يكون سبسيفيك محدد لازم يكون قابل للقياس لأنه أي شيء وهذه نظرية في علم الإدارة معروفة عارف القاصي والداني ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته إذا شيء ما أقدر أقيسه أقيس إنجازه ما أعرف أديره نعم فإذن لابد أن يكون عندي هدف محدد لازم يكون عندي هدف قابل للقياس لازم الهدف هذا أكون متفق عليه مع أسرتي يكون أقريد عن حاجة كثير من الناس يقول أنه التينبل الحرف الأي لو أتينبل لا هذا خطأ خطأ شائع وغير صحيح ارجعوا لأصل النظرية في هارفرد هتلاقوا أنه أقريد يكون متفق عليه لما أنا هدفي ما يكون متفق عليه مع أسرتي هيصير فيه تناقض فلابد أني أحصل على موافقتهم حتى أحصل على دعمهم وتأييدهم وتشجيعهم لي في تحقيق هذا الهدف لازم يكون هدفي واقعي واقعي منطقي منطقي عقلاني الهدف ما يكون حاجة خيالية وأقول والله بفكر خرج الصندوق لا هذا هسير نوع من ضرب الخبال والجنون لا مؤاخدة لكن وآخر شيء لازم هدفي يكون محدد بزمن لازم يكون محدد بزمن إنما مسألة إن شاء الله هتعلم لغة انجليزية إن شاء الله هتعلم كومبيوتر إن شاء الله لا 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 هذا ما ينفع لازم أحط يكون في تايم فريم يحط عندي فترة زمنية محددة أقدر أحقق من خلالها هدفي الهداف المفتوحة مفتوحة لا الطموح أمر آخر أي أقول والله سكاي is the limit أنا بالنسبة لي طموحي لا حد لا ممتاز رائع جميل جدا لكن الطموح هذا حيجي عشان أحققه ويجب أن يجي على مراحل هذه المراحل لازم تكون محددة وفترات زمنية واضحة ويكون متفق عليه ويكون قابل للقياس خطة تنفيذ هذا الأمر نرجع لبداية حلقتنا أني أنا أشوف إيش في عندي إمكانات نقاط القوة عندي وإيش نقاط الضعف وأدعم القوي وأقوي الضعيف بحيث أني أنا أقدر أسلح نفسي وأبدأ أنطلق عشان أحقق أهدافي جميل جدا وثم بعد ذلك أستطيع أن أقيس جميع ما سبق يعني من الأداء مدام أنا وضعت الخطة ووضعت كل شيء طبعا هذا يعتمد على الهدف الهدف إذا كان قابل للقياس خلاص مجربل خلاص ما عد أصبح عندي مشكلة أشوف الله أنا خلال ثلاثة شهور إيشنجست في الثلاثة شهور الأخرى خلال سنة إيشنجست وهكذا نعم نتكلم عن الدورات التدريبية ولعلك دكتور فهد من من شاء الله تبارك الله بتقيم مجموعة من هذه الدورات وخاصة للشباب وهم مقبلين على الحياة العملية من خلال بعض الجامعات دون ذكر اسم لها يرى تعطينا فكرة بس إحنا مضطرين نذكر الاسم بالنسبة لي أنا لا أتذكر نعم هو حقيقة من ضمن البرامج ومن ضمن البرامج خدمة المجتمع اللي أنا بقدمها بالتعاون مع كلية جدة العالمية نعم الحقيقة فيه اتفاقية مع كلية جدة العالمية مع مبرمى مع سعادة العميل الدكتور أمر طيبة جزاء الله خير بعد موافقة المجلس الأمناء في الكلية هنقدم بحوله تعالى في شهر رمضان المبارك من بداية الشهر إلى يوم عشرين حيث عشان نتفرغ للعبادة كمان أكثر في العشر الأواخر برنامج اسمه صناعة الثقة رائع صناعة الثقة لأنه كل الحديث هذا اللي احنا تكلمنا فيه لابد أن يكون عند أبناءنا الثقة في الله أولا ثم الثقة في أنفسهم نعم هذا البرنامج مكون من خمسة عشر ساعة تدريبية نحن مقسمينه الآن مبدئين على خمسة أيام عشان ظروف رمضان حيبدأ من الساعة الواحدة ظهرا لغاية الساعة أربعة لمدة ثلاثة ساعات على أيام متفرقة خمسة أيام اللي يحب ينضم للبرنامج يتواصل مع كلية جدة العالمية نعم مباشرة ويسأل عن البرنامج يا مرحبا بي أهلا وسهلا التسجيل المفتوح للجميع أنا أشكرك حقيقي دكتور فهد بن فايك سندي المستشار في إعادة هيكلة الشركات والمستشار أيضا في التنمية البشرية على هذا الحديث المليء حقيقة والوافر بالمعلومات المهمة لشبابنا بإذن الله تعالى ومستقبل باهر بحوله وقوته في أن يكونوا منتجين وصانعين لمستقبل مشرق في عشرين ثلاثين وما بعد ذلك إن شاء الله إن شاء الله بحوله تعالى نشوفهم في أفضل حال وأحسن مستوى هم اللي حيشيلوا بلدهم وحيجوا مكانا هم اللي حيتحدثوا بعد كده باهر بحوله وقوته في أن يكونوا منتجين وصانعين لمستقبل مشرق في عشرين ثلاثين وما بعد ذلك إن شاء الله إن شاء الله بحوله تعالى نشوفهم في أفضل حال وأحسن مستوى وهم اللي حيشيلوا بلدهم وحيجوا مكاننا هم اللي حيتحدثوا بعد كده خلاص نقولوا خبراتهم للأجيال اللي بعدهم نعم في عجل ثلاثين نحن أحد حيكون مكاني هنا يا هنم ينعيش الله يسلم قرط العمر في طاعة الله شكرا لكم أيضاً مستمعين الكرام على طيب الاستماع وجميل المشاركة بالإمكان العودة إلى هذه الحلقة عبر قناتنا في اليوتيوب للاستماع إليها تحية من العادل وربع من الكنترول زميل رشان ديجاني في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته